الملك حمد بن عيسى الخليفة يومي الأول والثاني من نوفمبر 2022 وقد كان في استقبال سموه معالي السيد أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الشعبية الشقيقة ومعالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ومعالي السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ومعالي السيد لخضى الرخروخ وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية رئيس بعثة الشرف وسعادت السفير عبد الحميد خوجة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة البحرين كما كان في الاستقبال سعادت الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادت السيد فؤاد بن صادق البحرن سفير المملكة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولد وصوله أدل سموه بتصريح أعرب فيه عن اعتزازه بتمثيل جلالة الملك المعظم رعاه الله في أعمال القمة العربية معبرا عن شكره وتقديره للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيسها فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على الدعوة للقمة واستضافة أعمالها مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم على تعزيز العمل العربي المشترك على المستويات كافة وتنمية أوجه التعاون العربي بما يسهم في تعزيز المصالح العربية المشتركة وتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية وقال سموه إنما يتضمنه جدول أعمال القمة من بنود وقضايا تشمل مختلف المجالات التي تهم العمل العربي المشترك يهدف إلى أن تكون القمة قمة إنجاز وتنسيق وتعاون وتكامل فيما بين الدول العربية الشقيقة وأعرب سموه عن أطيب تمنياته للقمة العربية بالتوفيق والنجاح في إعادة التضامن تعزيزا للعمل العربي المشترك وتحقيقا لتطلعات الدول العربية وشعوبها الشقيقة ترجمة نانسي قنقر شكرا